خلال الأيام الماضية قصفاً هو الأعنف من نوعه على منطقة خفض التصعيد في الشمال السوري منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في الحادي والثلاثين من شهر آب الماضي مراسل حلب اليوم قال إن قوات النظام كثفت من قصفها المدفعي والصاروخي والجوي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي مشيراً إلى أن هذا القصف يعتبر الأعنف من نوعه منذ شهور مراسل حلب اليوم أضاف أيضاً أن سرباً من الطائرات المروحية والحربية التابعة للنظام كثفت قصفها خلال اليومين الماضيين على مناطق في ريف اللاذقية الشمالي وحلب الجنوبي في مقابل هذا تحركات عسكرية لقوات النظام كشف عنها مصدر عسكري لحلب اليوم المصدر قال إن قوات النظام أخلت تجمعات عسكرية لها في ريفي حماوى إدلب وسحبت عناصر وآليات عسكرية في حين أكد مصدر عسكري معارض لصحيفة المدن أنه تم نقل جزء كبير من التشكيلات العسكرية التي كانت تتمركز في محيط إدلب إلى المنطقة الواقعة بين الرق ومنبج المصدر أشار إلى أن هذا الإخلاء يأتي في محاولة لملء الفراغ الذي أحدثه الانسحاب الأمريكي المفاجئ شرق الفرات وفي خضم هذا نشرت صفحة رئاسة النظام على موقع فيسبوك مقطعا مصورا لبشار الأسد برفقة عدد من الضباط في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي والتي سيطر عليها في شهر آب الماضي فقوات النظام كما ذكر مراسل حلب اليوم عمدت إلى القصف المكثف على مناطق في ريف إدلب بهدف التغطية على هذه الزيارة